اشتركوا في القناة معكم عمر شريف سرور معروف جدا طبعا برنامج الانريل برنامج قوي تعالوا كده نعمل كده موجز بسرعة قبل ما ندخل في الرحلة بتاعتنا في الكورس بتاع الاساسيات عايز بس ننبه على حاجة كورس الاساسيات ده هنتكلم في الانريل من جميع اقسامه بمعنى اللي عايز يحترف صناعة الجيمز معنا عايز احترف الانتيريور او الاكستيريور او المعماري برضو معانا ليه لان احنا نشرح اساسيات البرنامج كل قايمة بتكلم عن ايه فكرة البرنامج تفكير البرنامج قائم على ايه برنامج الانريل هو في الاساس برنامج محرك ألعاب وقلنا ده كتير جدا في كل قبل كله كورس بنعمل اعلان وبنتكلم عن الانريل ولكن زي ما قلنا هنتكلم بموجز كده برنامج محرك ألعاب المرنامج ده قوي جدا جدا في الرندر وبيخلي فيه انتر اكتف بينك وبين الحاجة كأنك بتلعب اللعبة بالزبط فده بيخليك وانت داخل اي مكان مثلا صناعة فراغ او صناعة انتيريور او اكستيريور بيخليك تعرف تتجول في المكان بتاعك تفتح الباب تطفيه تقفل وتفتح النور تطفيه بيخليك مثلا لما تيجي تقرب من حاجة تنور وتطفي عشان تعرف انك ده ولا بتطارجت الحتة دي عشان تتفاعل معاها بيخليك مثلا عميل وانت ماشي عايز يغير مكان حاجة كورسي مثلا مجرد يشده بس بالماوس او لو انت عملت له الابليكيشن ده على الموبايل عن طريق الانريل برضو بياخده كده يسحبه وده خدناه في الكورس التاني اللي هو انريل انتيريور كلاسيك خدناه ازا يتحرج الحاجة من مكانها بل وعلى طول اقولها طالما الجرافيك مزج مع البرمجة يبقى اي حاجة تقدر تعملها وهو ده اللي الانريل بيوفره لنا طيب العيس صبعا يستزيد من الانريل هتلاقوه على اليوتيوب بقى الكلام ده ايه هو الانريل وكده وهتلاقوه على صفحة السودو برو دكشن عندي عامل برضو ايه هو الانريل اكتر من ثلاث فيديوهات تقريبا ازاي بقى نحمل برنامج الانريل سهل جدا هتابق كلمة هتكتب عليك جوجل ابيك جيمز او انريل هيفتح لك الصفحة بتاعتنا الجميلة دي هتلاقي عندك هنا المفروض زرار عشان تسجل هتسجل زي ما بتسجل في ياهو وجوجل والكلام ده كله هتسجل وتفعل الايميل بتاعك وكله زي الفول بعد كده هتدوس علي جيت ابيك جيمز زي ما تشافين طلعوا لي البرنامج دوت هتحمله البرنامج ونكست نكست 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 طيب انا طبعا سطبه يعني ولكن نكست نكست واعمل برضو فيديو هتلاقوه على صفة استوديو ازاي تستطر بناك بالتفصيل ولكن بعد نكست نكست هيفتح لك الايبك لانشر الايبك لانشر مكون زي ما تشافين من عدة قوايم احنا عايزين منها قائمة الانريل انجين وقيمة اللايبريري اللايبريري دي فيها حياتك بقى مع الانريل هنا فيها الاصدارات طبعا عندك دي هتكون ممسوحة مجرد ما تدوس بس على عنامة الزائت هتدوس على عنامة الزائت عشان تحمل برنامج انريل او تعمل ان نستهل برنامج انريل هتختار اعلى حاجة فوق طبعا انا عندي اعلى حاجة اللي هو اربعة ستة وعشرين وقبليها اربعة خمسة وعشرين اشتغال عليه برمجة في حاجة معينة يعني اللي هو الكورس الخاص بالاكستيريور وطبعا تحتيهم الاربعة اربعة وعشرين فعشا كده جبهم يعني لكن دي مش اعلى حاجة بعد ما تختار اعلى من هنا هتدوس نستل وهياخد وقتها حوالي خمسة عشر او اربعة عشر جيجا مش خسارة في اعيد تاني كل اللي انتو هتتعلمه باذن الله في الرحلة دي مش خسارة في الانريل بمعنى مش خسارة انك تاخد وقت في تعلمه مش خسارة انك تجاهد نفسك عشان تتعلمه مش خسارة انك تتعب عشان تتعلمه لانه الناحية التانية تميز الناحية التانية قلت وقت وليسا كنت بتكلم حتى مع الباش مهندس بالعقل كده انا يقول لي خليني ارجع أعود على برنامج الماكس عشان أرندر فيديو دقيقتين كل دقيقة فيها ستين سانية كل سانية فيها تلاتين فريم تلاتين فريم بر سكند الفريم الواحد لو أنا برندر ألف تسوائع وشين في ألف تمانين على جهاز متوسط الفريم الواحد هيخذ معي ساعتين اللي خليني أعود يضرب بقى ساعتين اللي هي الفريم الواحد في ستين اللي هو عشان يديك الدقايق فكذا طب اللي خليني نعمل كل ده طالما أنا عندي حاجة رياليتي زي ما تشافين حتى من الصورة دي قبل ما نفتح طبعا البروشيط كتاب مش بتاعنا ولكن ده من أحد قوة الأنريل يعني ولكن زي ما تشافين يعني في قوته تقدروا حتى على جوجل تجوجلوها يعني ولكن اللي خليني أنا حاجة بتقدم لي كل ده في كم دقيقة أقدر أطلع اكسبورت ألف سمع وشين في ألف تمانين في تلات دقايق في حين أنا ممكن أعود سبع تيام طيب اللي خليني أنا أقدم للعميل صورة صورة في حين أنا ممكن أقدم له حاجة انتر أكتف يعيش جوه الشقة بتاعته مع صوت خطواتك وانت ماشي مع يفتح الشباك ويقفله يفتح النور ويطفيه يغير الماتيريال كمان اللي خليني أنا أرجع لورا في حين أن العالم دلوقتي بيتقدم لقدامي يبقى من الغباء أن أنا أسيب حاجة طب وارجع لأي يعني نزوك في حاجات قديمة تعب ليك وتعب على العميل اللي تنتاج ليك وخسارة للعميل وفي الأول في الآخر طبعا حاجة ما نقدرش ننكرها وكلنا عايزينها وهي الكاشات الحاجة الأسرع وانتو عارفين القاعدة بتقول القاعدة time is money فكلما تعمل حاجة أسرع وطب كلما يعني الدخل بتاعك بقى كويس طيب نحن الآن تحملنا خلاص الانريل هندوس على الوحش ده أنا معاكم هو من دلوقتي هنبدأ هندوس على اللانش بالشكل ده أنا بقول للانريل افتح لي نيو بروجيكت يا انريل افتح لي بروجيكت جديد واحدة واحدة كده بقى عشان نأسس الأفكار انسوا بقى اللي انتو عرفتوه كله والطحن واللحن والكلام ده كله هيفتح لك حاجة زي دي طبعا القايمة ده هتبقى فاضية عندك دي اللي هي اسمها recent projects recent project البروجيكتات اللي انت فتحتها عن طريق الابيك جيمز لانشر اللي هو اللي كان موجود ده اللي احنا دخلنا به القوائم اللي شرحناها قبل دي اسمها الابيك جيمز لانشر خلاص هنا بيقولك جيمز جيمز دي يا سيدي مش عشان تعمل لعبة لا جيمز دي اعنى سميها ضمة تحتها كل دول بمعنى كله يركز بقى معاين بمعنى ان احنا لو عايزين نتكلم مظبوط بقى هنقول ان كل دول كل اللي عندنا دول عبارة عن بريسيتس لي الوحش اللي اسمه جيمز يعني جيمز تقدر تعمل بيها 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 خلاص واكتر من كده كمان ولكن دول اشهر حاجة قسموا هملك وعملوا هملك فريبريسيتس كده في الاول بدل ما انت تخشوا جوا يعني وتغير اعدادات معينة وكده خلاص يبقى ده الاساس بتاعنا طيب احنا بقى نستخدم ايه هنستخدم طبعا الاساس بتاع في حد بيها بعد حاجة شكرا يا طيب وياكم يا اخي تعالوا بقى ندوس على جيمز ونكست جاب لك حاجة اسمها قيمة التمبلتس يبقى اول حاجة جاب لي البروجيكتس بتاعتي ونوع البروجيكت اللي انت عايزه نوع البروجيكت اللي انت عايزه طبعا انا عايز زر ماستر بتاعنا خلاص نكست قالك ها طيب انهي تمبلت يا سيدي برضو نفس الموضوع ونفس القاعدة يا شباب الوحش دوت خليني الوحش البلانك تقدر بيه تعمل كل اللي بعديه من انواع انسمي الجيمز انواع 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 المشاهد تقدر تعمل بيه جميع الانواع دي خلاص يبقى ده برضو المستر بتاعي وكل دول خارجين من البلانك بس الميزة انه جهز لك ده الفيرست بيرسون تعال نشوف كده يعني ايه الفيرست بيرسون الفيرست بيرسون زي ما انت شافين زي ما بتلعب ببجي يقولك فيرست بيرسون ان انت بتكون الشخصية الكاركتر او الهيرو في المشهد والسلاح بتاعك يدوب بيبان وما الا ذلك الفلاينج لشغل بقى الطيرات عندك برضو اشهرهم تاني الثيرد بيرسون زي برضو ببجي ثيرد بيرسون ان الشخصية كلها بتبان طبعا اكثر واقعية بيكون الفيرست بيرسون ليه؟ بتكون انت راسك هي الفيرار راسك هي اللي بتلفي من وشمال زي ما هنشوف والسلاح انت شايفه كأنك انت ماسك فعلا السلاح خلاص وده اللي بيستخدم او بيطلع منه الفيرار اللي هي النظارات بقى الاوكلوس وتشتغل بقى بالفيرار طيب برضو خلي بالكم البروجيكت سيتنج يبقى احنا ابتدينا كنا اول حاجة نوع البروجيكت التمبلت اللي انت عايزها السيتنج اللي انت عايزها فيش حاجة صعبة خالص كله زي الفل نبدأ بقى اول واحدة بيقولك يا سيدي البرماجة بتاعتك هتبقى بلوبرينت ولا السي بلاس بلاس طبعا السؤال ايه هو بقى باش مهندس البلوبرينت وايه هو السي بلاس بلاس طالما احنا في قايمة السيتنج مش هنسبها غير لما نتكلم عليه بص يا شباب اي برنامج في الدنيا اي ويندوز في الدنيا اي حتى البرنامج اللي احنا شغالين عليه الانريل حتى البرنامج اللي انا بسجل بيه حتى الويندوز معمول بي سي بلاس بلاس طيب انا شخصيا باعترف لكم انا واحد من الناس اللي بيكرهوا حاجة اسمها السي بلاس بلاس تمام انا مطيقش اشوفها في اي حتة ولا الاكواد ولا القوسين اللي هو اللي ما بينهم العكسة القوسين اللي ما بينهم البتاعه في الوسط الكود وكومازود انا كاره للغة اسمها السي بلاس 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 خلاص؟ ولكن الحقيقة اللي احنا لازم نعترف لها ان السي بلاس بلاس هي اللي مصنوع منها الحاجات الجميلة كلها اللي احنا شغالين بيها طيب جميل جدا بس انا واحد ما بحبش السي بلاس بلاس ما تشغلش الانريل مين اللي قالك كده؟ لا الانريل تعالوا نعمل شكل هرمي ونركز بس في ديها شباب الانريل البيز قولنا سي بلاس بلاس معمول الانريل كله واتفقنا اي برنامج او اكتر البرامج قوة معمولة على فقل ماكس بس بلاس بلاس يبقى السي بلاس بلاس معمول بالانريل والانريل اوبن سورس طيب السي بلاس بلاس خدوا الحزم بتاعته وحولوها للغة برمجة اسمها البي بي البلو برينت طب ايه هو البلو برينت؟ البلو برينت ان انت لو مثلا فتحت برنامج الماكس خلينا مثلا اجيب لكم الصورة بتاعته لانه موجود برضو منه في الماكس خلينا اجيب لكم بدلا ما نفتح الماكس يعني وياخد وقت خلينا اقول لكم يا شبيه بايه؟ بالضبط لو لقيتها يعني بس هنشوفها يعني اشوف بس مضيع شوقت هو عبارة عن نودس يا شباب بتوصلها بنود تانية وليكن هنا انا جعان خلاص عمر جعان هنا طعام بقوله بقولك انت جعان؟ اه طب روح للطعام الحركة دية انت جعان روح للطعام هنا مجموعة اكواد اف مش عارف ايه مش عارف ايه كوما قصين الشغل بقى اللي انا وانتو ما بنحبوش ده تمام؟ تحت تتتتت وهنا خلاص مكتوب برضو الطعام مكتوب مكتوب كود معين يبقى الانريل عمل لنا لنا احنا حتى هما قالوا كده قالوا انهم عم صمموا البلو برينت او حزم الفيجول سكريبتينج او هنسميها نود برو جرامنج سيستم فور ركزوا على دي ديزاينرز فور ثري دي ارتست ليه؟ عشان يقدر الثري دي ارتست يعمل بايده طالما هو ثري دي ارتست هياudo هناك طالما هو ثري دي ارتست هايادو يعمل تاكتشور وطالما هو ثري دي ارتست هيادو يدخل الانريل مش بس كده وطالما هو ثري دي ارتست سيقدر يبرمج جوة الانريل من غير ركزوا دي مايكتب سطر كود واحد يبقى احنا من غير ما نفكر بكده هقول انهم طبعا طبعا hizo هنا الكواليتي بتاعتك عايزها يعني شغل 2D ولا المكسيم لو 3D كامل وكده ماشي عايزينها 3D عفوا 3D هنا بيقولك الريت ريس الريت ريس ايه ماشي الريت ريس عبارة عن V-Ray ولكن جوه الانريل بيحتاج كرت شاشة قوي جدا زي مثلا 3070 هينزل ده او اللي نزل عشان يوريك ال V-Ray في ال Viewport من غير ما تاخد وقت رندر يعني ايه بش مهندس يعني حضرتك تقدر تشوف ال V-Ray بعينك من غير ما تستنى رندره جوه المكس زي ما احنا كنا بنستنى في ال Viewport قصاد الانريل ايه ده يعني انا ركزوا بقى كده اصلا الانريل ال Viewport بتاعه مترندر عن طريق ال Physical Based Render ال Physical Based Render ال P-B-R وبالاضافة لده جواه حاجة اسمها Light Mass بيطلع لي برضو نتيجة زي ال V-Ray بل بتنفس ال V-Ray وطلعنا بيها شغلة بل كده الحمد لله والحد حتى نسحتها من Evermotion علاقوا على الكرسي بتاعي وي مش بس كده ده فيه كمان حاجة اسمها ال GPU Light Mass مش بس كده ده عمل لك كمان Ray Trace الله يبقى انت حضرتك ما معاكش فلوس تجيب كرت شاشة عشان تشوف التقنية دي جهز لك التقنية اللي قبلها ال GPU Light Mass طب برضو مش ما معاكش 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 دي مش مكلفة قوي يعني ما معاكش دي لا يبقى عليكو على Default Light Mass الفرق ايه الفرق ان اللي اتنين دول اقوى ال GPU Light Mass والRay Trace لان اللي اتنين بيعتمدوا اعتماد كله على كرت الشاشة ومعروف كرت الشاشة احيانا بيكون اسرع بل في اكتر احيانا بيكون اسرع كتير من CPU Light Mass و CPU Light Mass اعتمادوا كله على حكتين الرمات و البروستسور حلو جدا يا شباب طيب يبقى هنا بيقولك عايز البروجيكت بتاعك يكون ب Ray Trace ولا Disabled Ray Trace ولا Enable اقوله لا يا سيد دي Disable وعلى فكرة لو عمتها Disable ينفع من جوه البروجيكت تعمله Enable والعكس صحيح هنا بيقولك هتعملها للموبايل ولا للديسكتوب افرحكم اي بروجيكت انت بتعمله بالديسكتوب For Computer ومعنى ان احنا بنتكلم مع Unreal العملاق وبنقول For Computer يبقى مش الWindows لا لما نيجي مع Unreal احنا بتختلف لما تيجي تسلم العميل شغل معماري او Games بتسلمه حضرتك تقدر يشغل على PC ومعنى PC يعني بيشتغل على التالي يشتغل على Linux والماك والويندوز او على الموبايل لو انت هتخليه على الموبايل يعني والاندرويد تمام اشهرهم يعني يبقى بالشكل ده احنا معلش Unreal داس على كلام كتير جدا 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 احنا او كان سبب تعبنا في الفترات اللي فاتت يبقى desktop ولا mobile ما تفرقش اقدر بعد ما اخرج شغل العميل بالd desktop احوله الموبايل وابعتهوله على الموبايل بتاعه او tablet و العكس صحيح هنا بقى حاجة اسمها starter content ايه هي starter content Unreal عارف ان انت ممكن تكون مبتدئ ودخل Unreal فعملك شات خمات كده لزيد وشات موديلات كده جميلة تفضل تلعب كده جوا المشهد بتاعك تجيب ديمين وتجيب ديشمال وتطلع كده شكل حلو تشوف الرماد دي مع الخماد دي معمولة من ايه تذاكر الحاجات دي اسمها ال starter content خلاص انا هقول له ماشي انا عايز starter content تحت هنا بيقول لك ال path ال path بتاعك عايزه يبقى فين هقول له cd مثلا عايزه هنا وهنعمل واحد جديد اسمه مثلا ما تفرقش يعني معايا او بصراحة basic course مثلا اي حاجة وتعمل file وتقوله select folder بعد ما قلت له select folder عندك هنا اسم ال project هتسميه هقول له test اي حاجة خلاص احنا لسه ايه بنقح يعني معايا وتقوله create project دلوقتي ال onreal بيحاول يعملك project ب templates اللي احنا اخترناها شوفوا احنا مشين بالتدريج بنوع عفوا ال games اللي احنا اخترناها من الاول خالص اللي هي شاملة تحتيها بقى architectural وكذا كذا بالtemplates اللي احنا اخترناها وبال setting اللي احنا اخترناها المعلم فتح معايا اهو سيبوكم من دي دي بعدين نتكلم فيها مجموعة plugins ماشي ال onreal فتح معايا اهو عندكو طبعا هيبقى بي الشكل اللي انا عندكو هيكون بي الشكل ده ودي تقريبا نتلاقوها عندكو ايهو بي الشكل ده اهو طيب اي نافذة من دول تعالوا بنا نتكلم ايه كبير وننزل صغير 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 ولكن قبل حتى نتكلم عن نوافد لازم اهم حاجة نتعلم ازاي نتمش جوا ال ودي مسألة تفهة جدا 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 سهلة جدا click يمين واس هوم اللي احنا بنلعب بيها W قدام S ورا D مين A شمال وانت دايس W قدام حركة الماوس مهمة بص حركة الماوس يمين حركة الماوس شمال انزل تحت بالماوس اطلع فوق بس يا سيدي خلاص خلصت حركة الماوس تمام في اسهل من كده تاني نرجع تاني الحتة دي حركة الماوس في ال viewport او الماوس والكيبورت او زي تتحرك جوا ال viewport جوا ال on read سهلة جدا click يمين و السهوم بتاعت اي لعبة انت بتلعبها حريف ال pub g او association creed كله اي game w قدام ومع حركة الماوس بصوا يمين شمال فوق الماوس فوق الماوس تحت اهو عملي كده عمزي زي التعبان او زي الفل خلاص و يمين شمال s وراء خلاص d يمين a الشمال زي الفل شباب خلاص بصوا انا دلوقتي وانا حاليا بتحرك او goal viewport ما باستخدمش غير اللي انا قلتلكو عليه اهو click يمين واهو بتحرك بس كإني بلعب شوفوا انسوا انتوا دايسين click يمين اتفقنا خلاص انسوا انتوا دايسين click يمين دوسوا عليه بس انسوا انتوا دايسين او بقى fortnite او ايا كان اهو شغالين زي الفل جميل جدا جدا طيب تعالوا بقى نتكلم على الشكل العام انا عايز ابدأ باهم حاجة مش دول كل دول مش مهمين كل دول سهلين جدا انا عايز ابدأ بالوحش ده هتلاقوه اسمه content browser content browser هو my computer بتاعك بمعنى لو دستوا على القائمة دي هتلاقوه عندك content ده اللي هو بمثابة my computer والامتدات بتاعه بصوا المكتوب هنا game خلاص ما تركزوش معها تقريبا مش هتحتاجوها الا لو هتدخلوا بقى في ان انتوا تعملوا tools بتاعتكم تبرمجوا tools بتاعتكم ايه ده يعني كمان الانري ينفع ان احنا نصنع الاسكريبتات زي المكس اللي احنا بنشتري الاسكريبت الفلاني للمكس عشان نعمل بيه حاجة فلانية اه بس تصدق google onreal اسهل لان google max انت بتكتب اكواد خلاص google onreal لو لا بس الوقت كان زمان دلوقتي وردتكم سكريبت كسري او الفكرة بتاعته يعني تقدر تبني اي سكريبت انت عايز تقدر ضغطة زرار تحطها يعني ممكن تبني مثلا انا عايز كرسي هنا مش كل شوية بقى هتجيب كرسي من عندك وتقوم حطه هنا هو لا بضغطة زرار تعلم كده عليه وبضغط زرار تبني تدوس بس كليك هنا هنا هيتبني يعني حاجات كتير زي دي الcontent براوزر الcontent يعني بمثابة my computer انسوا الكلام ده كله تعالوا نرجع من تاني عشان نسهلها عليكم ده ملفات المشروع بتاعك اللي انت تقدر تحط فيها ملفات البروجيكت بتاعك بمعنى انا دلوقتي فاتحة اهو انا وانتو وهنبدأ tutorial او كورس جديد كليك يمين على الcontent ده او كليك يمين هنا بصوا لما تدوسوا هنا بيوريكم المحتوى بتاعه هنا انا عندي first person first person MPP هنتكلم على كل ده واحدة واحدة الجيومتري و starter content خلاص جوه الcontent في first person والحاجة اللي احنا قلنا عليها طب ما هم دول زي my computer بالزبط فكرة unreal عملها لك كده بالزبط اهو على الجنب اللي هو في اي my computer بيطلع هنا اللي هي drivers او ما الى ذلك وهنا اللي جواهم لو انا دوس first person هاجيلك اللي جوا الوحش ده اجيلك اللي جوا الوحش ده اجيلك اللي جوا starter content اللي احنا اخترناه في الاول اللي هي الاضافات اللي بنزله الانرين اهي خلاص فده جميل جدا فتعالوا نعمل my computer مثلا على content برا اذا تقدر تعمل من هنا click يمين my computer اه عفوا new folder من هنا او انك تدوس على content وهنا click mean new folder خلاص هنسميه basic ولو انا عندي 60 file هنا زي ما هقولك دلوقتي طبعا ينفع من الحرف بتاعه تشدوا اي اي قيمة من عندكم بالشكل ده خلاص وينفع كمان تشيلوها من مكانها زي ما انا هعمل كده وتقفلوها كمان وتجيبوها من ال window و ال content browser عندكم حتى اكتر من content browser اهو خلاص او انك تيجي من هنا content browser او انا شخصيا بحب اشيلو وادوس كتر shift f يطلع لي وقت ما انا بحتاج خلاص يا شباب طيب عشان برضو ما تتلخبطوش هنرجع الوحش بتاعنا مكانه تاني نفترض ان انا عندي هنا meet folder ولا حاجة وليكن خليني مثلا اظهر بعض الحاجات عشان توضح لكم اللي انا عايز اقول folderات كتير جدا 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 الله طب فين الفولدر بتاع البروشيكت بتاعي طبعا ابقى مخبول ابقى مخبول لو انا فضلت ماشي واحدة واحدة يا طرى فين البروشيكت بتاعي ولادي الحلال وكده لا ده قصة تانية خالص لا الانريل قالك في حاجة اسمها color coding بمعنى ان انا content اهو browser بتاعي عفوا بتاعي ده content browser ده content اللي هو folder وعندك هنا البز كورس تقدر كليك يمين عليه set color وتختار اللون بتاع الفولدر بتاعك عن طريق color coding بالشكل ده بصوا عينك جات على الفولدر بتاعك بثواني خلاص يا شباب عينك جات على الفولدر بتاعك بثواني تعالوا نشيل الحاجات برضو اللي احنا ده افضال اللي احنا مش عايزينها طيب اتفقنا ان ده الوحش بتاعي اهوت وده content browser بتاعي في اي project بتعمله بيعمل لك حاجة اسمها first person first person ده جواه animation وبعض الحاجات التانية طب ايه دقي ايه animation بص يا سيدي تعالوا ننزل ده كده شوية وتعالوا ننزل هنا لو انا دوس الوقت play play دي يعني play games هقول لحضرتك لو انت game developer او دخل الانريلا عشان تتعلم ازاي تعمل games فهي بالنسبة لك play يعني test لجيم شغل سواء البرمجة اللي انت عملتها او شغل الحاجة اللي انت عملتها ولو انت معماري يبقى انت بتقول شغل scene بتاعي خلاص احنا هنشغل زي ما انت شايفين اقدر اهو بالنط وبنلعب طبعا ده مشهد ايه عاملينه كده يعني عشان يوروك physics تفاعل مع الفولدرات بتاعه زي ما انت شايفين بنضرب رصاص وكله تمام وبالنط كمان اهو اهو عملين النط اهو خلاص وكله زي الفول تمام تمام طيب هو ده الانيميشن بتاعه طيب ما تخش ملكش بدعوة ده هنعمل وحنحركه جوه ما تقلو ايش دماغكو بيه احنا بس نتعرف على الحاجة بتاعتي طيب جوه الانيميشن وجوه الاوديو الاوديو ده اللي هو ايه بصو الله ده صوت الرصاص اللي احنا كنا بنضربه من شوية الفايل الخاص بالضرب جميل جدا الكاركتر الكاركتر فيه خاص بالماتيريات بتاعه وفولدر خاص بالمش وفولدر خاص بالتكتر بصو ادي التكتر المش زي ما انت شايفين والماتيريال جميل جدا الف بي ويبن خاص بالسلاح برضو بتاع السلاح والمش بتاع السلاح اهو بصو احطينا هنا طبعا بالمرة لو اي حاجة عندك في الكونتينت براوزر اللي هو المشروع بتاعك تقدر تسحبه يعني هنا الحاجة اللي احنا بنحطها تقدر تعمل امبورت تقدر تعمل اكتر من حاجة امبورت اهو خلاص واول ما تنزلك هنا تقدر مجرد ما تسحبها كده تتحط زي ما احنا عملنا ادي السلاح بتاعي وبالمرة برضو بصوا مترندر جاهز الرفلكشن والنورمال والرفركشن لو فيه الجلاس المتال كله عندك مترندر زي ما انتم شايفين ده بالفيزيكال بيز رندر او البي بي ار طيب ادي الوبن بتاعي عندك تاني عندك حططلك المشز اللي هي ده الرصاص اللي احنا قمنا ضربه وعندك التكتشر حططلك اللي هي علامة التصويب او التنشيل اللي احنا من شوية خلاص يا شباب طيب الحاجات التانية اللي عندي هنا الفرست برسون بي بي اه البلوبرينت الخاص بي الفرست برسون ايه بقى البلوبرينت طب ايه حفتح هنا علىقي برمجة اقولك واحدة واحدة جول بلوبرينت هتلاقي مجموعة أسيتس طب سيبوكم الكلمة أسيتس دي برضو دلوقتي ارموها ورد هروقكم اول حاجة عندك الفرست برسون كاركتر طب ليه هي محطوطة في فولدر اسمه البي بي هقول لحضرتك لو احنا عايزين الكاركتر او اي موضل انت نزلته هنا كورسي شماعة لو انت او معماري لو انت جيب اي أسيت بنسميها يعني بصوا برضو عشان افصر لكو اكتر عشان ما تدخوش كله يركز معايا اي موضل مدخله جوه الكونتينت براوزر لهو لسه في المنطقة دي الكونتينت براوزر فاسمه أسيت لو هو انتقل من هنا لهنا اسمه أكتر اظن وفرت عليكم يعني لو بحوثات هتعملوها تيتوريالز لاني ناسبعدش حد بيقول غير نادر غير الديفولبرز بس يعني والديفولبرز طبعا اكترهم في اللعب يعني لأسف فده الفرق اي حاجة جوه هنا طبعا هتقوله طبو الفرق ما الاتنين اكتر واو الاتنين اسيت وخلاص اقولك لا يا باشا في البرمجة لما ننجي نخش جوه البلوبرينت هتلاقي حاجة اسمها الاسيت الله وحاجة اسمها الاكتر حاجة اسمها الاسيت وحاجة اسمها الاكتر فدي بتأثروا ليها حاجة ودي ليها حاجة فلازم تكون عارف من اول هيو على بلاطة الفرق ما بين الاسيت وفرق ما بين الاكتر خلا نشوف احنا طولنا لا ماشي يعني ممكن كم دقيقة كده كمان عشان ما طولش بس عليكم طيب تعالوا نقفل او نمسح الكلام دوت ونكمل اي حاجة اي موضل عشان يتفاعل جوه السين بتاعي لو احنا متكلم في او في الحاجات المعماري ان انا عايز مثلا اقرب من كرسي يحصل له حاجة معينة وانطبق طبعا في المحاضرة الجاي ان شاء الله ولكن ككلام اقرب من حاجة يحصل حاجة معينة عندك طريقتين طريقة انك تحوله لبلو برينت اكتر وتحطه في المشهد بصه اول ما حطه هيتحول يبقى دي ملاحظين خلاص طب ايه الجزمه دوت وايه قصة دي لو دوسنا لين كلك هيتضح لك ليه اسمه بلو برينت ليه محطوط في البلو برينت اه بص واده البرمجة بتاعت البلو برينت زي ما انتو شايفين وانخش في القصة دي مش عايزة تحيبكو بيدلوقتي وبرضو الفرق ما بين الجيم بلاي وفرق ما بين الجيم مود عفوا والبلاير كوترولر كله ده واحدة واحدة تاتا تاتا عندك الجيومتري المفروض جواها الحاجات المحطوطة في البيو بورت هنا ديت اللي هي البوكس زوما الى ذلك والستارتر كونتنت ده بقى تقدروا تلعبوا بي زي ما انتو عايزين السارتر كونتنت عندك عندك بصه تقدر تسحب بس في البيو بورت بالشكل ده البفت بوينت بتاعتك محطوطة عادي جاهز عندك مجموعة اصوات صوت تكسير وصوت كزا البلو برينتز جاهزة يعني بصوا نجفة جاهزة وبصوا برضو لو قربنا بصوا هي بتنور ايه وبرضو لو قربنا عليها نلاقي الرفلكشن بتاعها وكله جاهز والحديد حديد وكله تمام التمام بصوا تمام الـ HDRI خامة الـ HDRI كلنا طبعا عارفين يعني المابس آه هنا بقى لازم نتكلم مش نتكلم قوي يعني احنا نوضح بس المابس يا شباب جوه الانريل مش يعني مابة اللي هي تكتشر مش يعني مابة اللي هي تكتشر لأ المابس يعني خريطة واحدة وحدة كده المابس يعني ايه يعني خريطة والانريل في كل اللي هتشوفوه بيتعامل مع الواقعية ومسهل عليكم الدنيا اقصى منتم متخيلين فمعنى المابس يعني خريطة طب هنا معناها ايه يعني مشاهد طب وإيه ده يعني ده عندي مابة واثنين وثلاثة آه الانريل بيقول لك ان في الـ One Project الـ Project الواحد بتاعك تقدر تعمل مشهد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وثلاثة عشر يعني جوه الـ Project بتاعك تقدر تعمل مشاهد كتير جدا بنسميها Levels بصوا اول ما وقفت على اللي هو فولدر المابس اول ما وقفت قال لك اصله Starter Map بنقصين Level بنقصين Level هنا بيخاطب بتوع الجيمز اللي قبلها دي بتاعتنا يا رأيكو ما فيش بعد كده بنقصين Level كده بيخاطب الجيم developer قبليها بتاعت المعماريين خلاص يبقى Starter Map دي اسمها Starter Map دي اسمها Minimal Default دي اسمها المشعرف الحيوانة بصر اي حاجة خلاص يبقى دول اسمهم برمجيا كده شوية Levels Level ده مشاهد خلاص شوية مشاهد تعالوا ندوس مثلا على Advanced ننكلك هيقولك اه طب بقولك انت Save Current يا معلم انت تسيف المشهد اللي انت فيه ده ولا تروح حتى تاني اقوله اي باشا سيف هيفتح لنا ادي مشهد تاني حلو هنا زي ما تشافين ال Reflection بصوا ده مشهد تستي يعني مشهد يعني عشا تختبر التون بتاع اللون وال Reflection عامل زي والGrey اللي هو لا منه اسود ولا منه ابيض ده مهمة جدا عملية Color Balance تمام يا شباب زي ما انتو شايفين تعالوا نفتح مشهد تاني اتنين كليك على ده فتح لك مشهد تاني تبط ال Starter Map اتنين كليك عليه فتح لنا المشهد بقى اللي هو بنسميه المشهد الحيزابون موجود في جميع اصدارات الانريل عشان يعرفك على قوة الخامات بتاعة الانريل بصوا اللي انتو شايفينه ده كله مش Modeling ده قوة Normal Map في الانريل بصوا لو نزلنا كده مش هتلاقوا اي Modeling بصوا بصوا مش Modeling بس لو وقفت كده يبقى طبعا نوع Modeling عشان خاطر Normal Map لان الانريل بيعتمد على Physical Based Render مشهو بنكررها كتير Physical Based Render PBR جميل جدا تعالوا هنا هنسمع بقى بصوا المشهد فيه صوت خلفية وفيه صوت نار زي ما انتو شايفين وفيه هنا يعني نفورة يعني والنار صوتها شغال مع الخلفية الجراس عامل ازاي بتختبر بقى انت بقى الخامات يعني بصوا الماربل تقريبا او الرك او ماشي هي اي بصوا عاملة بصوا عاملة ازاي تعالوا هنا بقى وما الى ذلك على فكرة معلومة مش ده Advanced Materials يعني زي ما شايفين انواع الماتيريالات عاملة ازاي بقى عاملة ازاي تروح هناك عاملة ازاي تعالوا هنا الحداثة بقى الجمال كله هنا بقى الأوشنز بقى والمية برضو معلومة لكم ده البيزيك لان هما نزلوا في البرجن 26 يعني بلاش عشان مصدمكوش حاجات كده تحفى في الأوشن طبيعي 100% زي زي متشافين كل حاجة فيه ريالتي ولكن طبعا بزعل جدا لو حد قارن ما بين الأنريل واللوميون اللوميون يا جماعة محدود جدا 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 لو قلنا افتراضا يعني انك ممكن توصل باللوميون للوقعية بتاعت الأنريل وده يستحيل يستحيل ممكن طالعك صور وقعية ماشي يا سيدي ما قلناش حاجة يا راجل ده أنا ممكن هرندرلك ب دفولت رندر الخاص بالماكس وطالع لك بيه أشكال وقعية وبعدين ده ترندر بيه اصلا ايرون من وان بعض النور يعني فمسالك ولكن متكلم عن خدرات البرنامج لو اللوميون وصل لده فعمرهم هيوصل للانتر اكتف ازاي تشيل حاجة دي من مكان هتحط دي تشيل دي تغير يا جداء انتم مش عارفين أنا بس بجأ انتم يعني معظمكم داخل لسه لاندريل من بره يعني في حاجات انتم مش تعرفوه غير لما مشاهد وجوه البروجيكت اكتر من مشاهد زي ما انتم شفتو الماتيريالز جوه عندك المابس اتفقنا المابس اللي الخرايط يعني بيقولك يعني اللي الخريطة الخرايط اللي بتاعتك اللي المشاهد السينز بعد كده عندك الماتيريالز الماتيريال اللي هي مستخدمة في المشهد ده اللي هو الكونتنت براوزر هنخطب بس الاتنين دول كده alt ونسحبهم ده عملية copy وتعال نشوف كده لو انا عايز نسقط الماتيريال بتاع الود دي هسحبها وحطها خلاص انتهى الموضوع خلاص بقت وداية خلاص عايزنا مية تانية هسحب المية وحطها هنا خلاص خلاص الموضوع ما فيش ده نطول في كده مجموعة دخان مجرد ما تسحبها برضو تحطها هنا هادي بصوا هادي الدخان بتاعي معلومة برضو ليكم الدخان في standard و advanced مكون من خمس طرق لعمل دخان حقيقي من ضمنهم طريقة هتاخد الدخان من الهدين من الماكس من اولوك على حاجة هتاخدوه من فيديو على اليوتيوب و يتحط يبقى reality هنا خلاص تسحب particles زي ما انتو شايفين كده مفتح مفيش انا بحطها بايد مبعملش حاجة تاني يعني مبعملش حاجة تاني حتى دي particles اللي في الجو زي ما انتو شايفين جل تمام طيب بعد كده في عندنا props الحاجات الاساسية بصوا طربيزة مشهد اللي هو باللمبة دا بليك و دي عشان تتست بها اي material بتاعتك نفترض لو رجعنا ال material بصوا خلاص تشوف material بتاعك تمام ولا لا التست يعني هنحزف هم تاني بيش شاب لدوت طبعا نحزف تعلم على الحاجة و delete ال particles اللي هلنا هتعمل ال shapes مجموعة shapes standard shapes زي ما نشايفين box و sphere طبعا لو اتكلمنا على الحاجة دي نبقى هوب لأوي الكلام ده كله اساسيات 3D يعني و textures معروفة ان textures هي المسئلة الخام اللي بيستخدمها بمعنى اي material من دول تعالوا كده في دقايق لو دوسنا على اي material من دول ولكن ground grass لو دوسنا عليه اتنين click عارفكم طبعا هتقولوا هتقولوا ايه ده يا خبرة بيضة هالمسألة صعبة والله ما صعبة ولا حاجة المسألة كلها كأن جوال max ولكن هنا مفصل قوي بمعنى هنا لو عايز اللون بطريقة معينة تقولوا هتلي اللون ده وغمأهولي بالحطة اللي هنا دي مثلا فياخد لك دي ويعملك lerp ده lerp اللي هي mask يا شباب الجمير برضو في material بما اننا لسه في المحاضرة الاولى يعني ولفة كده بسيطة material لو انا عايز دي الادا دي بتعمل ايه عندك كتر من حاجة ينفع اعلم على دول كده واقوله lerp او اقوله دي بالعربي حتى بتعمل كذا وكذا وكذا زي ما تشايفين خلاص او اننا هعلم على ده كده بس فوقيه واقوله حتى لو بالعربي بتعمل كذا وكذا وكذا يبقى النود دوت اللي هو lerp اللي هو اسمه اصلا جوه الماكس mask ها جوه الماكس كنا نستخدم حاجة ماسك خمة اولة ومسكها مع خمة تانية بالفة معينة الله بس هنا رقم اقولك اه ما اقوله احنا هناخده بعد كده ان الالفة مكونة من ايه اسود وابيض صح برمجيا الاسود zero قمته الابيض one ما بينهم point كذا الله تموه هنا point three ها عشان اقولك انه مائل الرمادي شوي خلاص يبقى بها يدمج التكتشر مع اللون ده يعني هو عايز التكتشر دي يتغير لون هيبقى ده بنسبة قد كده وصلت وصلت تمام زي الفون برضو مش هنطول هنا لان احنا لنا لفة كبيرة مع الماتيريال اذا اذا التكتشر بتاعتي هي المستخدمة في الماتيريال برضو عشان نقفل ال content browser عندنا الimport تقدر تعمل اي import انت عايزه عندنا save all بمعنى انك لو دخلت اي حاجة من برا تمام لو انت دخلت اي شيء من برا زي دي كده بصو عليها علامة نجمة كلو اركز كده معايا عليها علامة نجمة دي يعني الانريل بيقولك يا باشا اصحى لو قفلتني دلوقتي انا ممكن ما رجعلكش دي فانت تقوم معامل اي save all هоп نشوف النجمة اتشعلت تمام يا شباب طيب هنا طبعا ال back وال forward وهنا ال content اللي ان احنا جوا content لو انت جوا first person هقولك انت دخلت من content الى first person الى animation يعني تقدروا تقولوا كده خريطة انت كنت في كذا زي my computer تمام انت موجود في my computer جوا c جوا program files جوا كذا كذا طيب عندك هنا حاجة اسمها add new add new معلش هطول بس ايه نقفل بس الحتة دي معلش اه عشان بس تربطوا الافكار انا ممكن سأسهل ما علي ان انا اقفل المحاضرة على كده لكن عشان المحاضرة الجاية هنبدأ من حتة ولأ نقفل دي عشان بس الفكرة كلها تكون موجودة في عقلك add new add new folder add new c++ class لو تعريز تزاوط برمجة add blueprint class هناخدها add level ضيف مشهد للبروجيكت بتاعك add material تقدر من click yamate هون موجودين كلهم عادي يعني بس ما علينا add animation زي ما تشايفين animation هنا برضو بس ما علينا بحبها add كذا وكذا 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 خلاص يبقى هنا add بتاعك بس نلاحظ حاجة add اول واحدة فوق add features or content back تقدر تاخد شايفين المكونات بتاعت المشهد ده تقدر تجيبه من خاص بمشهد تاني شايفين فاكرين templates والunreel بيفتح اقدر اجيبه مثلا انا دلوقتي في 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 مجموعة برمجيات معينة وادوات بيحتاجها الفرست لو انا عايز بقى اخد مكونات third person add feature or content back واقوله بقولك يا معلم بلا عليك انا عايز content back بس ممكن تعلم هنا على third person وممكن تقوله لا content back كله او starter content تضيفه او انا عايز third person مكونات وهيجي لك بقى الكاركتر الكامل ده ويجي لك المشهد بتاعه والبرمجيات بتاعته ايه تاني ايه تاني تقدر طبعا في اي حاجة هنا تقدر لو انا برضو عندي صورة وليكن خليني احمل لكم صورة وليكن ماشي يا سيد مش مشكلة وليكن هجيب لكم صورة دي اهي دخلتها تاني save all يعني هيعمل check على كل ده فياخد وقت لكن اسهل حاجة click يمين على اللي انا عايز اصيفه واقول له بقولك يسيف وطبعا click يمين rename او او اقدر كمان اربليسه بواحد تاني اقول click يمين reimport with new file او اعمل reimport اعيد عمل reimport اه import ليه الedit طبعا rename لو الايكونات دي صغيرة لي اقدر من هنا اعلي scale بتاعي تقدر تظهر وتخفي بعض الحاجات هنا برضو مش هنتقل فيها خالص عشان هناخدها فيما بعد كيف يمكن استيراد مشهد من ملف خارجي بجميع الasset evermotion مثلا هناخدها لكن اسهل حاجة تقدر من قيمة الimport دي طريقة عمل الimport مثلا لو fbx او او لكن بطريقة الdatasmith وكده يعني طبعا في plugins طبعا احنا الdatasmith exporter عشان هو اصبح جزء من الانريل فهيتم شرحه ان شاء الله بس مش بتعمق للا ان احنا في الاول وفي الاخر اساسيات مش عايزين نلود على ناس لسه بتقول يا هادي في الانريل مش هطول عليكم ارجو انتوا استفادوا خدنا فكرة عن الانريل انجين بحاول بسط قدر الامكان البرنامج كبير عايز عيد على طول جملة اقولها يا جماعة المستقبل دلوقتي بيقول الانريل المستقبل دلوقتي بيقول ان مصمم الجرافيك لازم يكون عارف ولو جزء صغير من اي نوع من انواع البرمجة سواء سي بلاس بلاس او البلو برينت ده مش كلامي الامكاي الناس اللي عارفاه وهو بيسأل احد فطاح الموشن جرافيك والفيديو الفيكس في العالم اسمه اندي رو كريمر بيسأله بيقوله اكيد انت على علاقة بنوع معين من انواع البرمجة قال له لا انا بكرها البرمجة فرد علي الامكاي قال له معقول انت بتكرها البرمجة ده البرمجة بتلخص عليك حاجات كتير يعني بتأثر عليك حاجات كتير فانا شايف وجهة نظري دلوقتي وعلى طول اقول كده لو ملحقتش نفسك دلوقتي بتعلم الانريل العالم كله دلوقتي وكبرى الشركات بتتكا بتعامل بالانريل لو انت ملحقتش نفسك دلوقتي بتعامل الانريل وانت كسبان مش هنعيد الكلام اللي قلنا في اول المحاضرة سبقوك وانت هيكون قصادك حاجة من الحاجتين يتسيب الجرافيك خالص يا اما تتعلم الانريل وساعتها لما تيجي تنوي تتعلم الانريل هيكون في مليار واحد سبقوك وعبالما تاخد مكانك على الساحة هتاخد وقت طويل جدا بعض الناس تقول بس محتاج شغل اه لان احنا واخدين على الماكس الماكس اللي كان بيخلينا نفضل بس على فكرة انا اشغال حدوقتي ماكس يعني ممكن اخرج اعلانات تلفزيون وكده بالماكس في شغل البروداكشن اعلانات تلفزيونية وماشي زي الفول هنعمل ايه رندر باسس ولازم افرغ حاجات على وناخد على الفوتشوب اعمل على برنامج واخد الحاجة بتاعة في مجال فهو رقم واحد فتعلموا دلوقتي بدل ما تيجي تتحصر بعدين واحنا العرب كالعادة بنيجي بعد الهنب سنة ادي اتيصرت لكم بفضل الله ربنا يصرها على خير ويكملها على خير كورس اساسيات تعلموا الاساسيات ويكملوا سواء بقى كاملوا معايا مع فلان اهم حاجة تكملوا عشان اصل السوق العربي فقير مش فقيد دبي كح تراب في موضيح كتير جدا مشتاول عليكم كماكم عمر شريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم شكرا سلام عليكم شكرا سلام عليكم بإيدي بإيدي كده بالماوس كده وأسحبه أنا عندي two screens طبعا بس انت ممكن اي new folder تسحب اي حاجة بصوا نساحب اهو بإيدي اهو جوه الملف هب جبته هي طبعا الصورة دي اللي عندي خلاص وطبعا على طول على طول اول ماعمل import ايه اقوم سيف من save عليها خلاص ده الطريقة الاولى طريقة ثانية طبعا تكلمنا عليها من قائمة الimport الطريقة الثالثة من data smith data smith لو يعني بما انها اسئلة من برا الدرس يعني هناخد طبعا الطول بار يعني المفوض في الحصة جاية وكده ولكن يعني طالما سؤال تسألته يعني من setting لل plugins هنيجي على built-in وهنكتب هنا حاجة اسمها data smith exporter data smith importer اول ما تعلم هنا يقول لك اعمل start طبعا هنحن مش هنعمل بالوقت ولكن اقول لك اتعلم على yes وتعمل start هيبلك هنا icon data smith data smith اللي هنا ما تشتغلش الوحدة لازم يكون في جنب تاني بيبعت وهي بتستلق هي import وجنب التاني export الجنب بتاع export حاجة اسمها data smith 3ds max exporter يبقى في واحد بيبعت الكرة وواحد التاني بيستلق الكرة كرة عند الماكس بيبعت exporter بال plugin اللي احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله هناخده معنا في الكورس ده ويجي الانريل لما يتفعل هتلاقي هنا عيكون اسمها data smith importer تستلق اللي بعته لك الماكس نعم السلام عليكم عليكم السلام برك الله فيك أستاذ على الدرس يعني الذي كان فيه بعض الأساسيات التي كنت أجهلها تقريبا تماما في انريل عندي سؤال أستاذ أنا سألت عن استيراد ملفات خارجية مثلا ملفات ever motion في انريل يعني استيراد ملفات كنت أقصد بها يعني بالsetting تابع الواقعية مثلا تابع lighting تابع كل ما يخص يعني الخامات وما إلى ذلك نعم كل ده بنفس الطريقة اللي أنا قلتها في طريقتين يا شباب في طريقة تعمل export من أي برنامج 3D بس إحنا لما نقول max automatic يجي في ذهنك يا شباب cinema 4D مع blender أي خلاص يعني دي قاعدة هاي من أول لما نيجي نقول max يبقى اللي بيسرع الماكس بيسرع الباقي لما أنا عندك طرق كتير جدا لما أشهرهم أن أنت بتطلع بالdatasmith export dot datasmith بيستلقاها هنا الانريل أنواع كتير بينقله لك بالإضاءة بتاعته بالخامات بكل حاجة ولكن في قواعد بنعملها جوه الانريل جوه عفوا الماكس عشان يستلقاها الانريل تبقى بنفس الحاجة اللي احنا عملناها جوه الماكس بالفي راي وفي الطريقة التانية أنت بتصدرها dot fbx عادي ما فيش حد معماري أو كده ما يعرفش ملفات الـ fbx أو المودلز اللي بنحملها طوله النهار من النت مجنيا وكده بتبقى أحيانا dot fbx خلاص برضو بتصدر من max dot fbx بيستلقاها in unreal dot fbx وبرضو بيكون في الشروط معينة بقى في الخ يعني في التكتشر برضو عايز أنبه على حاجة يا جماعة بالمرة لأن الكلام ذا شجون يعني هو السؤال ده لازم نجاوب عليه بتفصيل أكتر بس عشان الناس ما تطهش أنبه كو يعني ناس كتير بتقول أنا بحبش الـ unwrap يا جماعة أنتو متعلمين غلط مفروض وانت لما تيجي تتعلم برنامج الـ 3ds max الـ unwrap ده شيء أساسي في دمك انسوا وما تسمعوش كلام أي وانا عارف أنا بقول الكلام ده يا فطاح للجرافيك بسيبكو مني المتخصصين والعليين جدا كلمتوهم أنا مني ليهم شخصيا مخرجين كبار أفلام عالمية كلمتوهم مني ليهم شخصيا فاخدوا الكلام مني كده ويوزنوا الـ unwrap UVW هو الأساس مش أنك تجيب UVW وتفضل تيك بوكس يلا سيلندر يلا يمعلم رندر طبعا يطلع ديفوهات ويطلع بلاوي عشان كده اللي تعلم على الطريقة دي لما جينا نقول لا ده انت تفرد المابة صح بالـ unwrap إيه ده unwrap يعني أنا لسه هعمل السيم وخيط وأعمل الله من التفاكر ايه ما هو ده الأساس هو ده الأساس الـ unwrap يا جماعة هو الأساس الـ UVW والكلام اللي هو ايه بقى UVW وعمل له الـ box الـ wireframe أو الـ sphere أو الكلام ده بيينفعش ما ينفعش ولو لولا ان الوقت خلص كنتم فتحت لكم ووريتكم عمليا ليه ما ينفعش سواء جوه الماكس ركزوا علميا مش النتيجة الظاهرة بس لا سواء جوه الماكس سواء عند تصدير الموضل لـ substance printer تحت عندي سواء عمليا انا هبتكلمش من غير عمليا سواء جوه الـ quixel سواء جوه الماري سواء جوه اي برنامج خلق وربنا هتلاقوا فيه ديفو ليه لان خريطة المجسم التكتشر معمولة غلط في overlap faces نتيجة الطريقة الاولى تمام الشباب فده مهم جدا جدا مهم جدا جدا نعم شكرا يا طيب اشتركوا في القناة